تواجد حاليا في منطقة شخب التي تبعد عن مدينة تقعطبة حوالي 6 كيلو متر هذه المنطقة التي استطاعت قوات الجيش الوطني مسنودة بالحزام الأمني ومقاومة الجنوبية من تحرير مناطق واسعة كما تشاهدون في الصورة هذه المناطق التي تم تحريرها بعد أن أقدمت ميليشيا الحوثي على دخول هذه المناطق نلتقي هنا بأحد ضباط اللواء 30 مدرع يطلعنا عن سير المعارك في هذه الجبهة تم في الساعة الماضية تحرير مناطق واسعة تحررت مناطق واسعة ميجاوره لكعطبة حتى وصلنا إلى منطقة شخب لن يعيقنا من التقدم باتجاه الفاخر إلى الألغام التي وضعتها الميليشيا الحوثي في الحبل والطرقات وتفجير بعض الجسور في خط قعطبة إب إذن كما سمعتم الميليشيا تستخدم العبوات وتفجر الطريق كما هو الآن أتمنى من المصور أن يلتقط هذه اللقطة أقدمت ميليشيا الحوثي على تفجير الطريق الرابط بين مدينة قعطبة ومحافظة إب هذا هو العمل التي تقوم به الميليشيا في حال وجدت جدار أو صد قوي من قبل أبناء هذه المناطق تلجأ إلى قطع الطريق وإلى عرقلة حياة الناس إذن هذه المناطق التي أمامكم أصبحت الآن في قبضة رجال الجيش الوطني وأيضا مسنودا بالمقاومة الجنوبية والحزام الأمني إذن المعارك في هذه المنطقة تستمر مواجهات مستمرة وأيضا عمليات كر وفر في تلك الجبال والمواقع هناك دعوة لأبناء مدينة قعطبة العودة إلى منازلهم للعودة إلى هذه المدينة التي أصبحت محررة بالكامل محمد المريسي قناة بالقيس محافظة الضالة